بالكبير كبير المجموعة إنجلترا طبعا يعني من المنتخبات الأوروبية اللي بحب أشجعها أو أسندها أو أحب أشوف أتكسب إنجلترا للأسف يعني ومم بكسبوش أمرها ما أنصفين على اللي إحنا إنه عالوا ما بكسبوش طبعا طبعا المنتخب الإنجليزي حامل لقب بطولة ال66 والبطولة التاريخية اللي الإنجليز بيفتخروا بيها دوما وصل سيمي فاينال 90 ووصل سيمي فاينال 2018 وهنا هقف عن تاوز جيت تاوز جيت بينال كثير من الانتقادات ونفس أعرف هو ليه بينتقد رجل جاب إنجلترا من بعيد جدا بيوصل فاينال يورو بيوصل سيمي فاينال كاس عالم وبيقدم أداءات جيدة جدا بيجيل ما ظنش أنه الأبرز في تاريخ إنجلترا عنده مشاكل كتير جدا جدا لكنه بيهاجم في كل موقف يمكنه أعتقد أنه انتقاد بأثر راجعي لأنه تاوز جيت هو مدرب الصدفة في إنجلترا ساوز جيت كان مدرب لمنلس برا هبط منلس برا وبعدين تعقده مع جار ساوز جيت كان مدرب مؤقت الراجل ثبت أقدامه وتواجد بشكل جيد عريف هتعامل مع اللاعبين مفيش مشاكل مع اللاعبين بشكل كبير فأعتقد أنه جار ساوز جيت لا يستحق كل هذا الانتقاد وأخيرا نعرف عن دروقتة مهمة جدا قبل ما تكلم على أبرز اللاعبين اللي الناس تتفرج عليهم غير اللاعبين طبعا اللي كل الناس عارفاهم يعني ناس كتير جدا نتكلمه زي إيفان توني بكل هذا التواهج اللي موجود في البريميليج مايروحش أقول لك ليه جار ساوز جيت ماكادش إيفان توني رغم أنه انكسر الدنيا لما جيه بص على واخد مكانه كلام ويلس لما جيه بص وريت ناس تعرض لنا بعد القايمة يعرض لي المقارنة اللي بقى من إيفان توني عدد الدقائب هو بيعتمد على مين رأس الحربة الأساسي الصريح النجم السوبرستار بتاع الفرقة هاريكان هاريكان هو المهاجم الأساسي الصريح لجار ساوز جيت والمهاجم الأساسي هو مافيش خلاف على أنه هو المهاجم الأساسي طيب وإنجل تيراب تلعب بشكل بيلعب بمهاجم واحد ما بيعتمدش أبدا على اثنين مهاجمين طيب لما جيه راح بص مين المهاجم اللي أنا أحتاجه كبديل مين اللي منزل عدد دقائق قليلة ومع ذلك بيثجل ولا زال محتفظ وعنده خبرات كمنتخب إنجليزي بشكل أكبر راح لكالوم ويلسون كالوم ويلسون كمعدل دقائق وجايب أهدف أكثر من إفانتوني كالوم ويلسون كالوم ويلسون مقارن يا جماعة كالوم ويلسون لعب بسبعمية أو حاجة إيه لما يجيبه ده ومساكل ستة أهداف إفانتوني عدد أهدافه في عدد دقائق أكثر فهو دور على مين اللعيب اللي لما بينزل من على البنش عدد دقائق قليلة بيحدث الفرق وده اللي بيعمله كالوم ويلسون يعني يكسل وخبرات كالوم ويلسون وهذا هو المرضود عليه الشكل اللي الناس انتقت بإفانتوني طبعا متواهج وأنا كنت شايف أنه ياخد التلاتة ده دي عدد الأهداف 793 دقائق بس ده كالوم ويلسون كالوم ويلسون الموسم الحالي 793 دقائق مسجل ستة أهداف وصنع هدفين فقط في الحداشر المباراة اللي شارك فيهم نجيب كمان اللي بعديها بقى الأرقام بتاعت إفانتوني في عدد دقائق في 2260 مسجل عشر أهداف وصنع 2 بالإضافة لأن إفانتوني تعود أن يلعب أساسيا مع برينتفورد فوجوده على البينتش هو مش ضمن المرضود لما ينزل على البينتش مواقف لما يتعرض ديها خبرات عند كالوم ويلسون بشكل أكبر فهذا هو المرضود عليه في الانتقاد الأكبر في قائمة إنجلترا للشكل أسانا كنت إزعلان أوي برضو أنا كنت إزعلان شكا دورت أنا كنت شايف بالشكل الظاهرين إفانتوني هو المهاجم الأبرز في داخل إنجلترا طبعا بعد هاري كين يعني لصاباتها عند الجميع ما بيتصابش كتير راجل مجهود وبيلعب لديها تسعين فلما محتاج قدعم بلعب تاني ينزل من على البينتش يقدر يعمل لي الفرق فعدد دقايق قليل نفس الشكل اللي بيلعب بيه كالوم ويلسون مع نيكسل وكخبرات يا كريم كمان كالوم ويلسون مع منتخب إنجلترا أعتقد أكبر بكتير من إفانتوني وإن كنت شايف وده الرد بقى اللي في صالح ساوزجيت كنت شايف إنه رأى مقائمة منتخب إنجلترا كانت تتحمل إنه يبقى فيها مهاجم ثالث موجود مع هاري كين وكلا منصف ثلاثة وعشرين ما فيش قزمة خالص إنه يقف في ثلاث مهاجمين موجودين في الفريق من ضمن اللاعبين اللي الناس لازم تتفرج عليهم قبل عشان نروح لبقية المنتخبات جود بلينج هام لعيب يتحدث عنه الجميع صفقة المركات القادم أعتقد إنه هتتجاوز الميت مليون المركات القادم وصراعه يبقى شارس جدا ما بين ريال مدريد وليبربول تحديداً وأن دي أخرى من البي إيش جيو ومنها تشيلسي أنا مش عايز على لو راح لهم مدريد أو ليبربول هيروح بقى أي حتة تانية هنتدايق لعيب كبير آه يا كريم ده هايل لعيب في الأساس وكان جناح بيلعب كمان مركز 8 منه عنده 16 سنة بيلعب مع دورته متخرج من إنجلترا عشان يلاقي فرصه أجواء تانية يلعب فيها فجلد بيلنجهام ورشيحه للجميع إنه إشاهده بيلعب جنب ديكلا الرئيس نلعبه ممتعين جداً في وسط المعب ده أبرز خلف لتوني كروز يعني لو توني كروز خلاص بيخلص معاريان بديد فده يبقى أفضل بديد ممكن لعيب مبدع بشكل كبير فأنا شايف إنه جلد بيلنجهام ورشيحه للجميع فزل يتواهق كمان من بيلعب قدامه على الشمال وعلى اليمين طبعاً في الفوضن تواهق شديد هل يلقاب؟ هل يغير زي ما عملوا الفيديو التيزر التشويقي اللي اتعاملوا وغيروا جاز متين بدلوهم لتريبير ويوديه يلعب فيه فيه ناحية الشمال كوينج باك خلصتنا بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي ولا يلعب ترينت أليكسندر أرنولد ناحية تانية وجود ترينت أليكسندر أردو ناحية اليمين كوينج باك لازم يلعب في التلاتة اللي وراء كايل ووكر يتم تأهيله بشكل جيد لأنه خلاص هو تعافة يلعب في التلاتة اللي وراء يلعب كايل وكر عشان يقدر يعمل التغطية جنب ترينت أليكسندر أرنولد كل مشاكل ترينت أليكسندر أرنولد هي هجومية دفاعية فمحتاج حد يغط وراء وفي الحالة دي يقدر يلعب فيه ناحية الشمال أو الحل التقليدي جدا يحط لوك شو لا لا لوك شو لعب أساسي في إنجلترا في البطاة دي مش شجعني تفينيش بقى لوك شو لعب وده حل المديل يلعب في مكانه يلعب هو ده مكانه يلعب بلوك شو يلعب ناحية تانية طبعا هيبقى تريبير حجز مكانه في الوينجباك ناحية دي